اشتركوا في القناة ومختلف دول العالم وذلك لمسافة 155 كم انطلاقا من العاصمة المنامة ومرورا بمعالم المملكة السياحية والمهمة في مختلف المحافظات حيث شكلت متغيرات الرياح دورا بارزا في اعطاء السباق الاثارة القوية وسط مستويات متطورة من الدراجين الذين بذلوا جهود كبيرة لتأكيد المستويات المرتفعة في الطواف وقام الشيخ خالد بن حمد بن أحمد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية وممثلو الشركات الداعمة واللجنة المنظمة بتتويج أبطال المرحلة الثالثة التي استطاع فيها الدراج عبدالله علي من تحقيق المركز الأول على مستوى سباق البحرينيين فيما حاز الدراج عاد البرباري على المركز الأول على مستوى سباق الخليجيين والمنتخب الوطني